بسم الله نبدأ اليوم نحل بكالوريا 2016 الموضوع الأول الموضوع الأول كان فيه هذا الموضوع كان فيهstanden 64 كان 3 نقاط حول الكيمية العضوية 2.5 نقاط حول الكيمية الحيوية 3.5 نقاط حول الديناميك الحرارية و 5 نقاط حول الكيمية الحراكية هذا follow me حذفته حذفته لا يزال لم تقرأت لكم حذفته نص التمرين الأول يجب أن تقرأوا و تتعودوا و تحلوا المواضيع من أول التمرين إلى آخر التمرين أثناء قراءتكم للتمرين تضعوا النقاط المهمة الآن التمرين الأول تؤدي بلمرة ألصان تكتبوا CnH2n يجب أن تكتبوها إلى كتلته المولية المتوسطة معناها أعطي لكم و درجة البلمرة أعطي لكم إذن هنا أعطي لكم الكتلة المولية أعطي لكم درجة البلمرة إذن القانون هو يسألكم وهذا القانون وهذا القانون نحتاجه السؤال الأول جد الصيغة المجملة للألصان أعطي لكم أعطي لكم أعطي لكم أعطي لكم أعطي لكم أكتب صيغته لا تقول لكم سيغته إذن عنده صيغة واحدة جيد السؤال الثالث أكتب معادلة تفاعل البلمرة أكتب معادلة تفاعل البلمرة إذن البلمرة بما أنه ألصان أكيد بلمرة بالضمر حبسونا الصوت سؤال الثالث أذكر اسم البوليمير P هنا على ما تستفهم يقول لكم أستاذ والبوليميرات لا تسموها هنا أنتم مطالبين بالتسمية بما أنه طلب منكم هذا الاسم أكيد البوليمير هذا بسيط لذلك طلب منكم تسموه مثلا بولي سيتيران بولي كلور الفينيل بولي إيثيلين والله بولي بروبيلين هذون كامل قريتوهم بما أنه قريتوهم معناه يطلب منكم التسمية أما بوليمير ما قريتوهش ما يطالبكمش بالتسمية السؤال الثاني نجري انطلاقاً من المركب أ التفاعلات التالية حيث شفو هنا هذون سلسلة التفاعلات حيث المركب جي هذا يتفاعل مع الديان بي آش ولا يرجع محل الفيلينج إذن هو وشكون؟ هو سيتون المركب أي مزيدكم بعد نعرفه أكتب السياغ النصف مفاصلة بي سي دي أف جي آش اي سؤال الثاني أكتب سلسلة هذه اللي تخاف منها آية بزاف وإيمان أكتب سلسلة التفاعلات الكيميائية التي تسمح بالحصول على المركب حامض ثنين ميفيل بروبانويك معناه يجب أن أعطيكم الاسم تعرفوا تكتب السيغة نصف مفاصلتها انطلاقا من المركب سي وكواشف أخرى أكتب معادلة تفاعل إرجاع هذا عبارة عن نيتريل إرجاع باستعمال الهيدروجين ووجود النيكل هذا هو التمرين الأول تمرين بسيط بسيط بإمكان أي واحد قرأ شوية يجيب خمس نقاط انتار هل رأيتم عن الموضوع سهل؟ نعم نعم تمرين ثاني ما نقرأش الآن نجعلهم بعد ونقرأ تمرين ثالث كيف كيف وتمرين الرابع هذفته نعم نبدأ الآن في حل السؤال الأول إنه يؤدي بالمرة الصن إذن درجة البلمراكاينة والكتلة المتوسطة للبوليمير موجودة إذن ما يخصنا؟ يخصنا الكتلة المولية آه، الموليمير وما يفعل لكم؟ يفعل لكم الكتلة المتوسطة للبوليمير على الآن إذن تطبيق عددي إذن، وشوفوا كيف يكتبون أنا لم أكن كتبت موليمير يفعل لكم 126 ألف مباشرة على ثلث ألاف لا، وإنما شوفوا كيف يكتبت القانون الأول وشوفوا كيف رجعتها وشوفوا كيف يفعل التطبيق عددي إذن هذه المرحلة على رقم واحد والمرحلة على رقم اثنين يجب أن تفعلها كذلك واضح؟ آي والله واضح إذن الآن، لأنه، لماذا؟ لأنه تخافوا هنا هذا عليها 0.25 والتطبيق العددي 0.25 تخافوا يكون التنقيت هكذا إذن، إذا لم تكتبت القانون هذا وكتبت له مباشرة على التطبيق العددي ستذهب لك 0.25 إذن، الآن، نحسبوه ما حال تصيبوها هنا؟ بانا هذا كامل يروحوا، يبقى لكم ما حال؟ 42 جرام بارمول إذن، الكتلة المولية هي 42 جرام بارمول إذن، بما أنه A عبارة عن ألسن إذن هو سي آل أشتنين آل هذا الكتلة المولية يمتعوا يساوي لكم 42 جرام بارمول إذن، وش تولي عندكم؟ تولي عندكم 12 N زائد 2 N يساوي 42 يسلزم N من المولية يصيبوها ثلاثة 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 خلاص، بعين 14 N تساوي 22 ربعين تقسموا على 14 تساوي لكم 3 إذن، سيغته هي C3 ثلاثة أش ماذا؟ ستة إذا عندوا صيغة واحدة اللي هي هذه عندوا صيغة واحدة خلاص هذه هي صيغة أ صيغة النصف مفاصلة لأنه قال لكم جدت الصيغة المجملة واكتب صيغته النصف مفاصلة لا أطلب منكم التسمية سأكتبوا الصيغة النصف مفاصلة السؤال الثاني السؤال الثاني أكتب معادلة تفاعل البلمرة هنا بلمرة المركب أ إذا نكتبوا الرابطة المضاعفة CH2 ثم لديكم CH ثم لدينا الجدر تحت CH إذا قال لكم اكتبوا تفاعل البلمرة ما قال لكم اكتبوا ناتج البلمرة إذا لازم تكتبوا بهذا الشكل دعونا نسجم هذه هنا CH2 الآن ما الذي لدينا في هذا الشكل إذا قلنا تفتح الرابطة يقول لكم هنا CH2 ثم لدينا CH2 ثم لدينا ثم لدينا نصحح الخطأ كيف يكتبوا CH2 CH CH قلنا ثم لديكم ثم نصح ثم하고 خطأ لأننا قلنا أن تفتح الرابطة بين هذا الكربون واضح؟ إذن هذه الكتابة الأخيرة خاطئة حذاري منها إذن قالكم أعطوا لي اسم البوليمير هذا عبارة عن بروبيلين أو بروبيلين إذن هذا نسموه بولي بروبيلين لأن هذا البروبيلين يصبح بولي بروبيلين واضح؟ وهذا مثال بسيط وهذا قريته في القسم ولو كان الإثيلين وهذا CH2 هذا كذلك كذلك يصبح بولي إثيلين أو إذا كان السيتيران يصبح بولي سيتيران إلى آخر هذا قريته يسألكم على التسمية وهذا وهذا رمزه هو بي بولي بروبيلين معنى بي بي هكذا بي بي هكذا ومعطوا الله بكم الرمز لا نديره لا إشكال هذا الجزء الأول ماذا قالكم قالكم نجري انطلاقا من المركب أ المركب أخي سبنا هذا هذا هو المركب أ ماركوف 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 المركب المشتق الهولوجيني مع مع المجل ما هو نوع التفاعل هنا؟ ما هو نوع التفاعل؟ مغنيزيومي يوجد ، لأن جدنا عن المركبات المغنيزيومية ما هو نوع التفاعل؟ ما هو نوع لتفاعل هنا؟ مالذي يوجد من اكتشاف منها؟ من هو العلم؟ من هو العالم؟ ما هو شرهة الانيسفير التي لا تخافوش؟ ها 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 هه ها 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 ل tänتواقل هادون تحذير كواشف جرين يارد آه ها يخي جرين يارد وش قال يكون عندكم مشتقون هالوجيني ونضيفونه الامجي بوجود الاثر الجاث يقول لي عندكم ار امجي اكس وهذا هو كواشف جرين يارد انا اقول لكم من هو ما نوع التفاعل؟ التفاعل كواشف جرين يارد تحضير جرين يارد اذا هنا وش يجي يجي الامجي توضع بين المشتق الهالوجيني والهالوجيني اذا او بين الهالوجيني والمشتق الجذر ار اذا المركب هنا سي وش يكون يكون سي ااش طروة سي ااش سي ااش طروة امجي سي اعل هذا هو المركب سي خلاص الان المركب سي نفعله مع النيتريلات نذكركم شوية بالدرس ونعود ونرجع احنا وش قلنا قلناك يكون عندكم مثلا ار سي رابطة ثلاثية انا ونزيد لهم مثلا سي ااش ثلاثة امجي سي ال وش قلنا يخي قلنا جيد تتكسر جهنا عندكم ناقص وهنا زائد وهذه تطلح ناجيكم ناقص وهذا زائد اذا سي ااش طروة يأتي لهذا الكربون وانجي سي الان جيد اذا شوفوا كيف يولي يولي من الشكل ار سي رابطة ثلاثة هنا سي ااش ثلاثة وهنا سي اجيكم انجي سي الان بعد ذلك اخي قلنا بالايمها مرتين نديروا الاماها المرة الاولى كيف يديروا المرة الاولى تتكسر هذه الرابطة تأتيكم هنا ناقص وهنا زائد الاش ثلاثة او عبارة عن ااش بلوس او اش مو معنا الاش بلوس يأتي اللي احنا بش يولي عندكم ار سي ان اش ويأتيكم هنا سي اش زائد الام جي سي او اش بعد ذلك هذا نزيد نزيد للماء اخي قلنا تتكسر هذه الرابطة ويتشكلكم سي طون ويتشكلكم سي طون والان اش هذا مع الاش اللي يبقى يتشكلكم انه شادر او حركم شادين لا بس اذا المركب دي في هذه الحالة وش يولي عندنا معناه يولي عندكم سي اش طروة سي اش سي اش طروة بعد هنا سي وتولي عندكم ان وتجيها الام جي سي ار والتحت وش يجي يجي هذا الجذر الكام هذا 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 هو اللي يجي في نعم بالواحد 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 نعم 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 نتريل نعم نعم حتى لو يكتبوا يقولك سي ان مباشرة اعرف هنا رأيكين ثلاثة الكربون ارتبط اذا 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 هذا هو المركب دي يوما نعم هنا يم يوما قلنا ينتج الام جي سي اثن يوما اثن رأيكا المركب O ونسجم المركب C H وهنا C H ومن بعد تقول لديكم C لا يمكن أن نكتبه إلى تحت شاهر نعم نحن الـ C لا يمكن أن نكتبه لا يمكن لا يمكن أن نكتبه C H عاد عاد بصحة متخلطيها شعر نفسك هناك نحن هذا هو المركب O دعوكم الآن نقوم بعمل الإيماء المرة الثانية أخي قلنا تتكسرنا ويعطينا C المركب F عبارة عن C وهو من الشكل التالي المركب F هو هذا C H وهنا يجذر C H ومن بعد C H ومن بعد هني سجمتوا شوفوا كيف كان وشوفوا كيف رجعتوا نعم طلعتوا براك هذا الكربون عنده هذا الجذر وهذا الجذر كيف كيف متشابهين لذلك هاني كتبتوا بهذا الشكل ورا شوفوا خلاص ذو كل انا المركب F نفاعلوه مع من مع ال H بوجد النيكل معناها إرجاع السيطونات إرجاع السيطونات وشياتك وش من كحول كحول ثانوي جيد كحول ثانوي إذا المركب G وش يكون 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 C H الجذر C H ومن بعد C H O H ومن بعد C H C H وهناي C H هذا لون أكزدوه يعطينا هذا سيطون سيطون وهذا السيطون المركب G ننزعوله الماء الماء والخصوص وش يتبع وش يتبع وش يتبع O H تتنزع هنا والهيدرو من الكربون الوظيفي وال H ننزعه من الكربون اللي بيجي وار الأقل وهاد رجاء جيد ننزعه منه كيف كيف ومثما هذه هي اللي مطبقة عليكم لما تكون كيف كيف ننزعه منه نعم مستدرد للمركب O مركب O مركب O أصبر ننزعه هذه لا شيء ما عنده شك المركب O عبارة عن هذا هاوليك المركب O نزده الماء كي نزده الماء يعطينا السيطون خلاص ثاني هات آه يسا درك الآن قلنا تنزع الوظيفة O H من هذا الكربون الوظيفي والهيدرو جي ننزعه منه أو ننزعه منه سي كيف كيف إذن ننزعه منه ستتشكلكم الرابطة المضاعفة هنا إذن ما هو المركب المركب O عبارة عن السيطون وهذا سي أش 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 الآن المركب O عبارة عن ألسن كين أكزه بالكامانوكات وحمض الكبريت معناها المركزينة آه يعطينا تتكسر رابطة هنا موشين مخففة المركزة يعطينا هذا اللي هو عبارة عن ماذا؟ سي طول وهذا لا 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 أنسو كلمة الالديد خي قول الالديد غير مستخد حامض كاربوكسيلي بصح شوفوا هاو بيلكم وشكون جية جي هو يعطيكم جي أ و إي إذن جي هو هو لهو سي طول إذن المركب جي هو هذا سي أشطروا سي أو سي أشطروا أما المركب اي اللي هو ماذا؟ الحمض الكاربوكسيلي الكاربوكسيلي هاولك شوفي لا نسمع كلمة ماذا؟ لا نسمع كلمة الديهيد لأنه الديهيد غير مستقر إذن هنا نعم أستاذ أستاذ لك قادمنا أجلس ويقول لأنه أجلس كاربوكسيلي لا 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 تكتبون لديك الحمد الكاربوكسينا لا تكتبون لديك الحل Окيد لأن القضاء لديك الحل sites إذا كان yellowstone يخىها من shares وهذا يعطيكم سيتون وهذا يعطيكم في البداية لا يعطيكم CO2 وهذا يعطيكم وهذا هو حمض الفورميك وهذا هو وهذا غير مستقر إذا أكسد يعطينا CO2 ويعطينا الماء لكن بما أنه غير مستقر لا يمكننا أن نكتب هذا ننسى وهذه كلمة هذه حمض نكتبه مباشرة الناتج هو وهذا هو CO2 والماء زائد ماذا؟ زائد هذا السيتون لا يمكنك أن تكتب لي كلمة حمضة ثم حمضة أكسد لا تقول لي هذا تقول لي هذا لديه وهذا يعطينا في البداية لا يمكنك أن تكتب لي تقول لي الديهيد ثم تكتب لي لا هو لا يحتاج هذا الديهيد هو قال لكم B C D E ما قال لكم وكان فرغا هنا هنا نقول باللي أعطينا E وبعد يقول لكم هذا يزيد أكسد يعطيكم المركب مثلا E فتحة هنا لا نقول الديهيد وبعد نقول هذا كحمض لكن هنا مباشرة المركب المستقر نحتاج المركب المستقر لا نحتاج المركب غير مستقر إذن تكتبوا الحمض الكاربوكسيلي واضح؟ آه آه كتبت يعني هذا صحيح؟ خلاص الآن نروح وقال لكم آه تبعوا معي مليح كيين بزاف لي كيين أعطوهم الكلمة حمض ثنين ميثيل بروبانويك ما يعرفونش يكتبوا السيغان تعوه قال لكم الآن حضروا لي هذا حمض ثنين ميثيل بروبانويك إذن أطول سلسلة اللي هي ماذا؟ ثلاثة بروبانة هاولي ثلاثة ما يعرفونك؟ هاولي كثلث ثلاثة ثلاثة خلاص هاولي غير حمض ثنين ميثيل بروبانويك قال لكم حضروه لإنتلاق من المركب سي المركب سي وراهوا سي سي نعم هاولي هذا هو السي هذا هو السي وهو كيش في غينيارت وهو كان هذا وراه وهو CH-TW MGCL نتذكروا شوية في الدرس عن المركبات العضوية المغنزيومية نحن كنحضروا الكحولاتق دعونا نذكركم وش قلنا؟ قلنا تفاعل المركبات العضوية المغنزيومية مع الأرضهدات تعطينا ماذا؟ كحولات ثانوية ما عدا في حالة الميثانات تفاعل مركبات العضوية المغنزيومية مع السيطونات المتبوعة بالإمهاء تعطي كحولات ثالثية تفاعل مركبة العضوية المغنيزيومية مع السي او دو المتبوعة بالإماء تعطينا أحمض كاربوكسيلية إذا رأنا في الحالة هذه اللي هي السي او دو سي او دو نكتبه بهذا الشكل شوفوا كيفاش نكتبه إذن خلوني نحذف هذا باش من نحتاجوش باش هو ليح نوصلو له إذن خي قلنا السي او دو كين هذه الرابطة وكين هذا إذن وحدة منهم يا إما هذه يا إما هذه تتكسر إنكسار الأكسوجين تقولي هنا عدتكم ناقص وهنا زائد وهنا كيف كيف ناقص وهنا زائد إذن وشي ولي المركب يولي عندكم سي او دروة سي او دروة وهنا يا سي او دروة وهنا وش عدنا عدنا راهي كأن الشحنة سالب وش كل يركب فيها يركب فيها لعنده الشحنة موجب لهو تعس آي والله ويبقى عندكم ال او وشي جيه يجيه الام جي سي او جايد إذن أنا نحذف هذه النقص ضرك هذا نزيده للماء ناقص 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 هذه أبسط مرحلة يخي قريت لكم الدرس الدرس هني ذكرت لكم في نقاط قلت لكم تفاعل المركبات العضوية المغنيزيومية مع الالدهيدات المتبوعة بالإمهات تعطيكم كحولات ثانوية معادة في حالة الميثانات تعطيكم كحول أول تفاعل المركبات العضوية المغنيزيومية مع السيتونات المتبوعة بالإمهات تعطيكم كحولات ثالثية تفاعل المركبات العضوية المغنيزيومية مع السي أو دو المتبوعة بالإمهات تعطيكم أحماض تفاعل المركبات العضوية المغنيزيومية مع كلوريد الأسين في حالة درجة نقل 60 تعطيكم سيتونات أما كمياتكم dizerش درجة حالة نقل 60 ست blossom سيعطينا من كحولات ثالثية تفاعل مركبات العضوية المغنيزيومية مع النتريلات المتبوعة نعم عند الناقل 60 عند الناقل 60 تفاعل مركبات العضوية المغنيزيومية بوجود مع الكولوليد الأسي اللي هو RCOCL هنا يقولوا ناقل 60 درجة يتوقف في حالة سيتون كما نديروش هذا الحالة ناقل 60 يزيد يواصل هذا السيتون مع نفس المركب العضوي المغنيزيومي بما أن السيتون يتفاعل مع المركب العضوية المغنيزيومي المتبوع بالإيمهاء يعطينا الكحول الثالثة تفاعل تفاعل مركبات العضوية المغنيزيومية يتوقف عن السيتون الحالة الأخيرة عندها هالنيتريلات المتبوعة بالإيمها مرتين يعطينا ماذا يعطينا السيطان وبالفعل المركب آفها وره المركب آفها ولك سيطان خلاص هذا هو الدرس تعلم المركبات العضوي نعم أستاذ أنا قصديزة ما كيكون عندنا عدة طرق باش نحرج المركب ما شوفي هذه أنا خبرتكم بها سابقا شوفي لو كانت كي نعي طريقة واحد أخرى وتكون طويلة ينبهكم عليها يعطيكم يقول لكم بقدار بصحة هذه كانت طريقة واحدة أباين بما أن المركب هذا آية ذكر أنت في الدرس تعلم المركبات العضوية الميغنيزيومية وماذا كانت فاعلته مع مركب عضوي ميغنيزيومي يعطي لكم حمض كاربوكسيدي السي او دو برقى غير السي او دو مادرتي ولا تفاعل آخر لو يكون عنده تفاعل واحد أخرى يجب أن يرجعك ويغلق لك عينيك ويمشيك في طريق واحد برقى لماذا؟ لأنه رأيكينا 48 ولاية لو أنت تجي به طريقة او اخر طريقة او اخر طريقة او اخر تصحيح نموذجي عليه يدرون غير طريقة واحدة او طريقتين لو يكون سؤال في عدة طرق لازم ينحوه لا يدرونه لازم يدرون غير طرق يوجهك لو كنت عنده عدة طرق وشي قوله وليك وبستعمال كذا وكي تنمشي غير في الطريق انتي هاكذا؟ هاكذا؟ اخر سؤال في هذا التمرين وهذا قال لكم اكتب تفاعل ارجاع هذا درنا اخر نقطة في درس الامينات درس الامينات هو هو وش قلنا عليه؟ زائد الاش 2 زائد الاش 2 ثنين اش 2 في وجود الناكل ها يولا ها وش قلنا؟ كعين ثلاثة روابط قلنا هذه الطريقة المثلة لتحضير الامينات الاولية الامينات الاولية قلنا هذه احسن طريقة معناه يتكسر رابطة وتتكسر رابطة وينضم هنا اش وهنا اش وينضم هنا ايه الاش 2 وش يولي عندي المركب؟ يولي عندي CH3 CH CH3 CH2 NH2 هذا امن اولي ولا لا؟ ايه والله اذا قلنا لو تتذكروا في هذا الدرس اللي قرأوا عندي هذا الدرس وش قلنا؟ قلنا هذه هي الطريقة كملاحظة ارجاع النيتريلات بواسط الهيدروجين وفي وجود النيكل قلنا تعتبر الطريقة المثلاء لتحضير الامينات الاولي وبالفعل هنقدرنا التفاعل هذا رجا هنعطانا امين اولي هذا هو التمرين الاول اللي عليه خمس نقاط ماذا لم يفهم في التمرين الاول؟ سهل سهل نجد خمس نقاط شرحنا ودخلنا في درس الامينات ودخلنا في درس المراكبات العضوية المغنيزيومية ودرنا المراجعة ودرنا بالالية ودرنا بكل شيء راعدنا ثمانية وعشرين وما بديناش بثمانية وعشر دقيقة معناها را نضيعنا وقت لانا نتكلمنا عشر دقيق بل ما نبدأه وقالنا النص مليح وكل شيء خلاص هذا التمرين الاول الآن نروحوا للتمرين الثاني على بانكم بقتنا اقل من دقائق اذا نغلقوا الحصة وابقت اغربا دقائق باش ما تكوبان ناشو نغلقوا الحصة ونقودوا ندخلوا في حصة جديدة